السلام عليكم ازايكم يا احلام تابعين يا رب تكونوا بخير معنا النهاردة خبر جديد بيقول ان لله وان اله راجعون اعلنت ديوان الملك السعودي عن وفاة الامير ممدوح ابن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك سلمان ابن عبدالعزيز وهو الابن الحادي والثلاثون من ابناء الملك عبدالعزيز آل سعود بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان الخبر بيقول ادى وليل عهد السعودي الامير محمد بن سلمان عقب صلاة الجمعة اليوم 1 ديسمبر في المسجد الحرام بمكة المكرمة صلاة المتوفة على الامير ممدوح ابن عبدالعزيز والى جانب وليل عهد السعودي ادى الصلاة على الراحل كل من الامير فيصل ابن سامر ابن عبدالعزيز والامير تركي بن محمد بن فهد ابن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وادى ايضا الامير محمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض وكما شارق ايضا الامير بدر بن سلطان ابن عبدالعزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظة طائف وكما قضى أيضا الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة وكما قضى أيضا الأمير خالد بن سطام بن عبدالعزيز وكما قضى الصلاح كل من الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن ترك بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز والأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبد العزيز والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفي وقت صابق أعلن الديوان الملك السعودي عن وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود وهو الشقيق الملك سلمان بن عبد العزيز والابن الحادي والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود في النهاية إن لله وإن إله راجعون وإذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن